تعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجمات مرة أخرى ولكن كانت قد نفت الشركة في بيان رسمي وأعلنت عنه حتى الحكومة السعودية أن تكون قد تضررت أو تعرضت لخسائر خلال هذه الهجمات الهجمات جاءت على أهم ميناء لتصدير النفط ولأهم منشآة نفطية خاصة في تكرير النفط أو مصفات النفط نحن نتحدث عن ليس فقط هذه المنشآة الأكبر في منطقة شركة الأسطة ولكن حتى على المستوى العالمي الهجمات التي جاءت ودفعت أسعار النفط للارتفاع جراء مخاوف ربما تحيق بتعرض المخزون أو حتى المعروض النفطي للخطر البيان جاء من وزارة الطاقة السعودية بأن تعرضت الكثير من المنشآت أو منشآت السعودية لهجوم بطائرات مسيارة في رئيس تنورة ويعد هذا الميناء هو أحد أكبر موانئ شحن النفط في العالم وليس فقط في السعودية لم ينتج بحسب البيانات الرسمية عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر حتى مادية أو بشرية تفاعلت أسعار النفط مع الهجمات بشكل لافت لدينا سجل برينت ارتفاعات إلى مستوى 71 دولار أذكر جيدا أيضا أن تعرضت قبل ذلك أرامكو السعودية ومنشآتها أيضا لهجمات تأدت إلى ارتفاع السعر في ذلك الوقت بحدود 20% عندما جاءت هذه الهجمات فجر أو في توقيت الفجر يعني ما كانت أصلا الأسواق بدت بالتفاعل على ردة فعل هذه الهجمات الحدث طبعا نحن نتحدث عن الرابع عشر من سبتمبر من 2019 الهجوم الذي جاء لهذه المنشآت التابعة أدى إلى تعطيل إنتاج نحو 50% من الإنتاج المتعلق بشركة أرامكو بحسب بيانها الرسمية ولكن ذلك لم يؤثر على توزيعاتها الخارجية ارتفعت أسعار النفط بشكل صاروخي لأسعار الخام تقريبا 20% في تلك الجلسة وكانت هذه أكبر زيادة يومية منذ حرب الخليج أي من العام 1991 ولكن عن استهداف هذه المنشآة تحديدا التي تحمي الكثير من مصافي التكرير وليس فقط متعلقة بالنفط ولكن حتى الكهرباء هي طبعا شركة أرامكو تعد أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وتدير 336 مليار و700 مليون برميل من النفط المكافئ إنتاج السعودية من النفط يعد الأعلى تقريبا في الكوتا أو الحصة المخصصة ضمن أوبيك وكانت قد قامت بتخفيض الطوعي أيضا لحتى شهر نهاية مارس وكذلك نهاية إبريل لتصل حاليا إلى 8 ملايين وربع مليون برميل يوميا نحن نذكر بأنه هكذا أخبار تتحدث فيها الأسواق عادة ما تدفع أسعار النفط فعلا للارتفاع بسبب تحديد المخزون أو حتى الإنتاج النفطي ترجمة نانسي قنقر